في اليوم العالمي للمرأة تستقبل المرأة اليمنية المناسبة العالمية وهي في صدارة النسوة اللواتي يواجهن أسوأ الانتهاكات مشاركة في هكذا مصير شقائقها في غزة اللواتي يواجهن انتهاكات ليس لها مثيل وما بين كياني الإجرام الذين يرفعان شعارات العداوة لبعضهما تجد المرأة اليمنية والغزاوية نفسيهما محاصرتين بإجرام بعضه من بعض ومجرمين يلعنون بعضهم في الشعارات ويتطابق أداؤهم في الإجرام والممارسات فالمرأة في جحيم الصهيونية والحوثية إما شهيدة أو أم لشهيد أو زوجة شهيد تكافح مع أطفالها للبقاء أو مختطفة تواجه أقسى صور التغييب والتعذيب أو ملهوفة في صحراء التجويع الممنهج الذي منع كل سبل العيش وضيق كل طرق الحياة واختطف اللقمة حتى من أفواه الأطفال في اليوم العالمي للمرأة تشارك المرأة اليمنية شقيقتها الفلسطينية النتائج المرة للأفكار العنصرية وما بين من زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه ومن يزعمون أنهم أبناء رسول الله وأولياؤه تقف المرأة اليمنية والغزاوية شهادة حية على إجرام تتكامل فيه الأدوار ويلتقي فيه الفريقان على إلقاء المنطقة في النار نار صهيونية وخمينية يحترق فيها الجميع وفي طليعتهم الأطفال والنساء النساء اللواتي يستقبلن رمضان في اليمن وهن طوابير طويلة تبحث عن لقمة عيش وذلك مشهد يكفي لوحده شهادة كاشفة لأقبح جريمة وأسوأ مجرمين في مسيرة الموت ترجمة نانسي قنقر